بمبونيرة بقى تحفة فنية حاجة فضيعة اللي انت تقول عليه كوكا عشان مرجانية بصوا انا عملتها الصراحة عجباني جدا 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 مداني احساسا ينسان كوكا او عشان مرجانية حاجة طلعة من البحر علشان الوانها كمان وانتعرفين انا بموت في التركوزيت فكرة حلوة جدا حاجة مطرقة عمود فلو عجباكم تحلو نروح بسرعة نشوفت عملية ازاي معاكم تسبيح ويلا بينا طبعا البطل معنا هو الشيت بتاع البابلز دوت اللي احنا بنغلف به هالحاجات وبتلاقوا بيتغلف به الاجهزة فالشيت دوت هو اللي انا هستخدمه خلاص ودي كانت اجزاء بتاعت مبخرة عندي قبل كده 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 انا شريعة مخصوصة شناخد القاعدة بتاعتها فهم كانوا كده بيتحطوا فوق بعض فانا لسه مش عارفة القطعة بتاعتها تطلع صغيرة ولا كبيرة فلو كبيرة هلزا قم على بعض لو صغيرة هستخدم القطعة اللي تحت بس معايا طبعا الريزل معايا كوبات بلاستيك معايا الوان المايكا ومعايا كمان الميزان وعصيان الخشب وكل الحاجات اللي احنا هنستخدم كمان هنستخدم جليتر وطبعا مهم جدا قبل ما نشتغل نحافظ على صاحبنا نبقى بنشتغل في مكان متهوي مفتوح في شبابيك وكمان لابسين الجنسيات بتاعنا ويحطين القناع ولا عندكم شو قناع يبقى مصك مصكين كده فوق بعد خلاص اول حاجة هبدأ اعمالها كتعة الخشب اللي انا جباها دي علشان افرد البابلز دي عليها الشيط بتاعت البابلز دي كيتمت تانية فعشان كده انا بسولتاب وشدتها خالص على الخشب علشان اقدر اصب فيها عشان احنا هنصب عليها فالصب دوت لازم يبال مكان بتاعه مفروض هنبدأ تلوتي نخلط الريزن بتاعنا فصراحة انا عملت غلطة فضيعة ان انا عملت حبت ريزن زغنتاتين انا كنفسي ان انا اكون عاملت قطعة دي اكبر من كده بس انا حبيت اجرب التجربة دي حبت ريزن زغنتاتين فعملت خمسين جرام بس طبعا احنا بنجيب الميزان بتاعنا مطفي نحط عليه كوباية فاطية نفتح الميزان نحط كمية الريزن اللي احنا محتاجينها نقف المي ونفتح نحط كمية المصلب اللي احنا محتاجين اين المصلب الاصفر اورنج ده بلكم شده بيا جماعة خالص ده ريزن اللي كان معي في قطر وانا جبته معي طول ما هو في ازازة شفافة لأسف الهاردنر لونه بيخمأ دس انا مش فارق معي في الالوين اوكي انا مش بشتغل بي في الحاجات الشفافة خالص لانه بيغير اللون شوية طبعا بيدير وسينة تسفرار بس المصلب الريزن تلبي بالمصلب بتاعه مصفر سيكة صغيرة انما انا حصله كي لانه بقاله فترة طويل عندي فانسو خلص ان المصلب بتاعي اصفر اوكي بعد ما خلط انا جبت علبة حطيت فيها مية دافية ميلة للسخنية لان احنا كولسانتو طيبين احنا داخلنا الشتا والريزن بداي قريدي تسقيل فاحنا محتاجين لازم ندفيه بمية سخنة اوكي وهنا بعد ما قلبته بدأت ان انا اوزعه في كوباية اللي عايزة يارف اكتر عن شغل الريزن في الشتا وعن مشاكل البابلز وم مشاكل الفقاقية اللي سوري البقعة اللي بتطلع على الوش حاجات دي كلها تلقوا فيديوهات كتير عندي على القناة اوكي وبدأت ان انا اعمل درجات الازراءات فحطيت ازرق واحد هبه ازرق واحد ازرق مع تركواس اشي دي درجة تركواس حلو وكمان جبت بودرة الازززز وغنططة دهبي دي اللي متباني طبعا عرفها دي باعي بقالها سنين دي بودرة متالك دهبي قلت بدل المايكل دهبي المتالك بدي تأثير كده مختلف خلاص بدأت ان انا قلبت الريزن بتاعي الازرق واقلب كمان الريزن التركواس عندي نصيحة لو هتعملوا التجربة دي بلون واحد اشتغلوا بريزن خفيف هتلاون الريزن هيجري جاري على بين البابلز وهيبقى ريح لكم انما لو انتم هتعملوا درجات الوان زي كده لا الافضل نشتغل بالتقيل علشان الالوان لما هتجري ما تدخلش ببعض هي عملة زي بالزلطة في كوستر او حاجة لو حطينا لونين خفاف جنب بعضا هتدخلوا في بعض انما لو تقال شوية او استنيناهم يتقلوا مش هتدخلوا في بعض فهي نفس الفكهة بس ما يباش تقيل اوي ليه لان بصوا انا ممكن يكون استنيت شوية غاية ما ثبت البابلز تاني وزبطت الالوان والحاجات ستحسن هو تقل مني سيكا هتطر ان انا ازقه بالعصايا شوية خلاص فاخدوا بالكم ان هو لو تقل منكم اكتر ممكن ما يتحركش وانتو قالوا تعطوا تحركوه برخم اوي فمهم جدا لإلا ان احنا انتقلوا بزي العسل اللبيض كده لو احنا هنشتغل درجات في بعض انما لو درجة واحدة اشتغلوا بخفيفة على طول وطبعا ما عندكم شو غير تقيل وهو درجة واحدة طبعا اشتغلوا بها عادي زي ما انتو شايفين ان انا حتى لما لقيتو مش بيجري الواحد وانا زايتو بالعصايا طبعا كل ما كان البابلز ما فيش فوقيها اصار رزل كل ما كانت النتيجة اسهل ليه لان اي رزل فوق البابلز احنا هنضفه وتنظيف سراعة متعب شوية ممالة شوية فعشان كده من الاول نقدر بالعصايا نشيل اصار الريزل على قد ما نقدر حلوس انا هنا بدأت ان انا كنت في حبة شفاف مخليه لأ بدأت ان انا اخدهم واكمل التركوز طبعا الكيمية ازا ما قلت لكم انا كنت عاملة خمسين جرام تقريبا في طلع صغنطوطة فتخلوا نزيلوا مثلا مية مية وخمسين وعمليني على شيء بقى بابلز كبيرة وبقت مثلا حاجة فوزة كبيرة كده في صالون ضحفة ضحفة يعني مش بعيد ان انا اعمل لكم فيديو تاني اشتغل على حجم كبير وخليها في بيتي كبيرة المهم اه حطيت حبة من المتالك البودر متالك الدهبي فصراحة ما ندخلش مزاجي مع الريزل مع الريزل وانا مدوبة في انما بصوا لو من اللون على طول على القطع ادت تتشاط المتالك دي هدي اللي انا بحبها فصراحة اجابني اوي كده خلاص وهرش عليه حبة جليتر وينسيبه عشان ينشف هنا كان نشف المرحلة دي اللي احنا عايزين نقلب القطع بتاعتنا على الكوبية انا بقلبها من الظهر يعني انا حط المشمع هو اللي فوق الكوبية وهديم بالكم انت الخطوة دي لازم يكون الريزل بتاعنا ما بيبصمش انما لسه ما تصلبش لسه طاري زي ما انتم شايفين انا هقلبه كده وابدأ بقى ايه اتني الحتة اللي انا عايزة تانيها دا الموضوع دا يرجع لكم انا كمان عملت حركة ان انا ما حطتهش في السنتر بالضبط لأ انا يعني قلبته على الكوبية بحيث انه بناحية قصيرة والناحية التانية طويلة فانت الشكل اللي انتم شفتوه في الصورة في الاول دي في الصراحة طحفة طالع طحفة فالموضوع دا يرجع لكم عاوزينه بقى يطلعه كبير يطلعه رفاية كمان القاعدة بتعتمد على الكوبية يعني انا لو حطيت على كوبية رفاية الدايرة دي هتبقى صغيرة حطيناه على طبق مثلا هتلاقوا الدايرة دي كبيرة فحسب انت عاوزين تعملوا بمبونيرة زغنتاتها بمبونيرة كبيرة انا طبعا بعد كده حطيت بصنا كنت بحط سلوتاب عشان هسبت الحاجات دي شوي احنا هنسببها بكاتين شفع الوضعية دي انا حطيت على كوبية رفاية ليه علشان خاطر انا هي قصيرة يعني الدايرة بتاعتي صغيرة فهتبقى قصيرة لو انا حطيت على حاجة خينة فالديزاين داوت بيعتمد على انتو هتحطو جوائي طبعا شيء البابلز نفسها من الكتعة سهل مش صعب بس ما قلت لكم ان الكتعة الضعيفة هتتكسر معاكم اللي هي فيها رزن قليل يعني انتو شلوها كده بشويش واحدة واحدة خدوا بالكم من حاجة ان اطراف الكتعة دي ممكن تعور جدا خلاص لغاية بقى لما ندخل عملية السنفرة وما قدركم عملية السنفرة هيا للأسف السنفرة دي هتحتاجي بمعاكم جهاز سنفرة مش يعني السنفرة الورقة هتطلع عينكم جدا ممكن سنفرة وممكن قطر اللي ما عندوش جهاز السنفرة يقدر يشغل على قطر انا صراحة هنا لقيت ان لا انا هستخدم بس القطعة الصغيرة الكبيرة لان هي مطلعتش القطعة كبيرة اوكي وهي بدأت هنا مثلا بقى الصافن اسقص الحاجات المشرشرة فوق دي بعد كده انا هسنفر الاطراف دي كلها علشان ما تعورش بس الصراحة محبتش ان انا اشيل كل الحاجات اطلع انا حسنت ان شكلها حل بفرشة كده بدأت ان انا اضرب الفرشة في الخروم لتلاقي الزيادات دي بتقع بتكسر لان هي طبعا خفيفة برضو الحركة دي تتعمل مجرد ما القطع نشفت وطلعنوه ما نستناش بعد اسبوع اسبوعين يعني علشان كل مدى الرزن طبعا بيبقى اقوى وصعب الحركة فيه وبدأت هنا شايفين انا جبت القطر بلفه جوه الخرم ازاي وبنظفه طبعا هي اتحاولت لبيض من كتر ما انا سنفرت طبعا بعد ما نظفتها جبت البوية الدهبي بتاعتي اللي انا بحب اعمل بها اطراف الرزن وبدأت ان انا اللون الاطراف دي بس انا سنفرت كمان يا جمعة الاطراف اللي فوق دي علشان ما تعورش بس محبتش لان هي الصراحة اللي عملا معي المنزر زي ما انتو شايفين كده شكلها وبدأت ان انا عايزي الزقها قرارت الزقها على القطع الزغيرة خلوا حبيت رزن على جنب شفافة غاية ما ايتقل جدا جدا وبعمل زي اللازق كده تروح حطينه وحطين عليه القطعه تلزق بمنتهى السهولى سعالوا نشوف بها النتيجة نائية خطط لعاملها ازاي صراحة القطعه الطحفه ورهيبه بجد ونصيحة مني لازم كلكم تملها بس كتروا الرزن شوي استنى منكم دعمكم اللايك والكومنت شجعوني في الكومنتات عشان دايما أعملكم أفكار جميرة ومترأة استنوا الفيديو اللي بعد دوت فيه مفاجأة حلوة جدا إن شاء الله هتعجبكم وعايزة أعرف رأيكم شفتوها قبل كده ولا لا أو مين مستعد يجربها سلام عليكم